من حيث للمنطلة نقول أن أياحيى منذ دخل سجن الحراش والفترة التي قضاها في سجن الحراش وبناء على معلومات وصلتنا من مصادر في هذا السجن وأنا قضيت فترة في هذا السجن وأعرف فيه كثير من الناس أن الرجل لم يشعر يوما أن مصيره انتهى بل يعتقد بأنه سيعود وأن القضية هذه فقط هي قضية محنة يدفعها من أجل استقرام جزائي هذا الذي يقول وبلغ الأمر منتهى مع رحيل نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطن الشعبي الفريق أحمد قايد صالح عندما توفي أحمد قايد صالح هلل أحمد يحيى مع رفاقه بأن المحنة وصلت إلى القمة ثم بدأت في التنازل وأن كل ما يحدث له ليس عقوبة ولا أنه بسبب أنه فاسد كل هذه يراها لا تعني له شيئا كل ما يدركه أنه راح ضحية عصبة معينة وهذه العصبة راحة لديها رأس الحربة فيها قد توفي وبقيت لديه طبعا عصابته أيضا في كثير من الأجهزة وأن الأمر لن يطول كثيرا ولذلك حتى عندما يحكم عليه يصدر في حق حكم يستخف به عندما يعود هناك يستخف به ويعتبر نفسه في رحلة استشهاد سياسي معناها أنه حتى ما يحدث له وما يجري معه هي رحلة هذا ما يقوله إلى عائلته وما يقوله إلى مقربيه وما ينقله إلى مقربيه على أنه في رحلة استشهاد سياسي أنه مستعد أن هذه الرحلة تطول لأنه يرى نفسه أنه يدفع في ثمن من أجل الجزاء رغم الفساد ورغم كل ما حدث هذا الأمر ينكره ويرى بأنه خدم الجزائر ويعتقد الكثيرون يرون بأن هذا يعود إلى سببين أيضا أساسيين السبب الأول أن هذا الرجل بلأ الفساد يجري في دمه حتى ما حدث له يراه بأنه حق الطبيعي وأنه أدى خدم البلاد وهذه كلها أخذها بأموة بطرق المشروعة وأنه ليس غير مسؤول على العصابة التي نهبت وصرقت من رجال المال والإعمال الأمر الثاني أنه يناضل وأنه يدفع الثمن وأنه من الطبيعي جدا أنه ضحية انتقام لأنه كاد سيكون رئيس الجمهورية وأن هناك من انتقم منه وصف الحسابات معه وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى توفيق إيق الجنيرال توفيق أيضا يرى بأن ما يحدث معه هي تضحية في سبيل الجزائر التي دافع عنها لما كان في ثورة التحرير وبعد ذلك عبر الأجهزة التي تقلدها يرى نفسه أيضا بأنه في رحلة تضحية من أجل الجزائر إذن هذه طبيعة أحمد أويحيا أحمد أويحيا هو الآن يرى نفسه أنه رحلة استشهاد سياسي هذا الاستشهاد قد ينتهي قد يتوقف في أي لحظة ويعود مجددا إلى النضال ويعود مجددا إلى القوة التي كان عليها أو حتى إذا مات يرى نفسه بأنه ضحى عن طريق ما سماه الاستشهاد السياسي أحمد أويحيا أمر آخر هو والجماعة الذين معه يرون أنفسهم أنهم لم يجرموا بحق الجزائر رغم ما ثبت عليهم الفساد لأنهم ينكرون هذا الأمر هم في قرارة أنفسهم يدركون تماما بأنهم نهبوا وفعلوا وفعلوا ولكن يريدون أن يقنعوا بعضهم بعضا بأن ما قاموا به هي خدمة للجزائر فعندما تأتي برج الأعمال وتعطيه قروض بطريقة غير مشروعة وتسخر له خزائن الدولة ويحولها إلى مشاريع في البلد ويوظف الناس بالنسبة إليهم هذه خدمة للجزائر وليس نهب حتى لو كانت هذه الأموال ذهبت إلى جيب شخص ولكنه تحولت إلى مشاريع كذا وكذا مثل هذه الأموال